ما ذنب تلك العائلات؟ تساؤل تصدر مواقع البحث عن حادثة الاقتحام التي شهدتها مطاعم ومصالح أمريكية في العاصمة بغداد الحادثة بدأت بهجوم شباب ملثمين على مطعمي تشيلي هاوس وكي افسي في شارع فلسطين بالعصي وحطمت محتوياته واثارة الرعب بين زبائنه الذين هربوا خوفا من الاعتداء عليهم القوات الأمنية القريبة من المطعم حاولت منعهم من الوصول إليه وأطلقت النار بالهواء لكن من دون جدوى في الأثناء وصلت قوات أمنية إضافية لمنطقة شارع فلسطين لمنع إثارة الفوضى وانتشرت في عدد من التقاطعات والشوارع القريبة من المطاعم كما اتخذت إجراءات مشددة في منطقتين الكرادة والجادرية وسط بغداد خوفا من مهاجمة مطاعم أمريكية وتأتي الهجمات الجديدة بعد أسبوع واحد من عملية استهداف طالت ثلاثة مطاعم وشركة أمريكية ومعهدا تعليميا أمريكيين بريطانيا في بغداد بعد أيام من توعد جهات مجهولة باستهداف مطاعم اعتبرتها داعمة لإسرائيل في حربها على غزة السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا أورومانوسكي دعت الحكومة العراقية في الأيام الماضية لإجراء تحقيق شامل ومنع أي هجمات مستقبلية معتبرة أن مثل هذه الهجمات من الممكن أن تضعف قدرة العراق على جذب الاستثمارات الأجنبية نشر الفوضى وزعزعة الأمن لصالح الآخرين تحت أي مبرر أمر لا يخدم سوى ضرب الاستقرار سيم الاقتصادي منه وذلك رأي خبراء سيم مع محاولة بغداد في توطيد شركات اقتصادية واستثمارية بين العراق ودول العالم وتزامنا مع الحادثة يترافق حديث رئيس الوزراء مع السفير البريطاني للتأكيد على تثمين التعاون في الاقتصاد والاستثمار والطاقة وملفات عدة بما يخدم ازدهار العراق في كل جوانبه الاقتصادية إلا أنه بحسب محللين فإن ثمة أزمة تطفو على السطح تتمثل بأفعال تقوض جهود الاستقرار والأمن والذي ينفر المستثمرين كما حدث في حادثة مطاعم أمريكية ووثقته الكاميرات والمنصات ترجمة نانسي قنقر